تعرفون أن الناس اللي نامون أقل من خمس ساعات في اليوم أو اللي نامون في النهار ويسهرون بالليل معرضين للسمنة أكثر عن غيرهم بخمسين بالمئة ليش طيب؟ لما يطلب نوم الإنسان بأن جسمه يفرز هرمون اسمه غريلين ويسمى أيضا بهرمون الجوع هذا الهرمون لما يفرز من الجسم يبدأ الإنسان يبحث عن السكر مباشرة ولذلك يأكل أكثر ويتعرض لأخطار السمنة هذا هو الوقت الطبيعي لنوم الإنسان بالليل تعرفون شو يستوي في الناس اللي نامون في النهار بدل الليل؟ لما الدماغ يدرك بأن الشمس طالعه من خلال العين طبعا يحاول واحد مننا أنه ما ينام فالدماغ يقول له لا هذا وقت الصحو فيصر على النوم والدماغ يقاهم وتمون في هذه المعركة لين الدماغ يتعب ويستسلم لما هالعمالية تتكرر على مدى الأيام والسنين يبدأ جهاز المناعة في الجسم يضعف ويحترق وترتفع نسبة احتمال إصابة هؤلاء الناس بالسرطان ولأن قلة النوم تؤدي إلى الإجهاد يقوم الجسم بإفراز الكلوكوز في الدم علشان يعوض التعب ومع الوقت يبدأ الكلوكوز يملأ الأوعية الدموية ويزداد احتمال إصابة الإنسان بمرض السكري وتبدأ قدرة الأوعية الدموية على تحريك الدم بشكل فعال تضعف مع الوقت فيصاب الإنسان بأمراض ضغط الدم طيب شو الحلول الموجودة اليوم غير عن الأدوية لحل مشكلات النوم من الحلول البسيطة واللي يقدر كل واحد يسويها إنه يجحز غرفة نومة علشان تكون غرفة نوم حقيقية يعني لازم تكون مظلمة وهادئة وباردة نوعا ما لأن الأشعة الزرقاء اللي تطلع من الشاشات تمنع تدفق هرمون النوم في الجسم ترجمة نانسي قنقر